أجرى وزيراء الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكين ولويد أوستن محادثات في كييف أمس في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وأعرب بلينكين وأوستن عن تضامنهما مع الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الوزيرين أعلن خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع والتخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية